اشتركوا في القناة استتباب الأمن وإعادة السلام إلى هذه الولاية والحمد لله نتيجة كانت إيجابية إلى حدها الآن كذلك لعلن موضوع الثاني هي أحداث احتجاجات الغاز الصخري بعين صالح في ولاية تمراص التي دامت أكثر من شهرين واستدعت إلى نزول موثلين الرئيس الجمهورية وحتى أحزاب معارضة للنظام إلى ساحة الصمود من أجل إعادة الأمن إلى هذه المنطقة أيضا لعل ثالث موضوع أيضا هو ملف اختطاف الأطفال في عدة ولايات بالبلاد التي لا تزال هذا الملف يخيف العائلات الجزائرية إلى حدها الآن رغم أو على الرغم من المساعي المبدونة من الجهات المسؤولة من أجل رضع هؤلاء الخاطفين غير أن هذا الملف لا يزال بوعبعا يخيف كل الجزائريين نسجل أيضا عمليات الترحيل التي عرفتها عدة ولايات في الوطن من أجل القضاء على القصدير خاصة في عاصمة البلاد كذلك نسجل قضية انسداد في البلديات التي يقول الدولة ووزير الداخلية والجماعة المحلية أنه لا يوجد انسدادات في البلديات غير أن ولاية المسيلة وحدها سجلت توقيف أكثر من عشرة أميار بسبب تجاوزات وخرقات قانونية كذلك استحداث ولايات منتدبة في الجنوب عشر ولايات وهذا الملف الذي اشتغل عليه القسم المحلي من خلال التغطيات أيضا الحدث الأبرز الذي تناوله القسم المحلي هو لقاء الوزير الأول مع الولاة أو ولاة 48 ولاية من أجل التوجه نحو الاستثمار المحلي والاعتماد عن المداخل المحلية الذي سيتم الانطلاق فيه أو الشروع فيه بداية من 2016 كذلك القسم المحلي سجل مؤخرا عودة قضية الحراغة إلى الولايات الساحلية هذه الظاهرة التي كانت اختفت طيلة خمس سنوات كاملة عادت إلى الواجهة وصنعت حدثا في سنة 2015 وهذا يمكن القول أن فتح المجال الأوروبي للاجئين السوريين أو لاجئين العرب الهاربين من الحروب جعل الشباب الجزائري يفكر هو الآخر في انتحال صفة عربية من أجل الحرقة مجددا كذلك القسم المحلي لم يغطي فقط هذه الأحداث بل واكب تظاهرات ومبادرات محلية ثقافية وقف عليها أيضا في روبرتاجات وتقارير إخبارية بثت سواء في النشرة المحلية أو في القناة بصفة عامة الحمد لله المراسلين يشتغلون بشكل يومي والقسم المحلي يحصي 45 مراسل منتشرين عبر ولايات الوطن كذلك مؤسسة شروق نيوز تسعى إلى إضافة أكثر من مراسل في المدن الكبرى مثل ولاية عنابة، قسنطينة، وهران وأيضا نسعى إلى إضافة مراسلين آخرين مثل ولاية أدرار التي نحاول أن نضيف فيها مراسل آخر وتمرص لمالا القسم المحلي لا يركز أكثر على ما هو محلي بل الحدث هو الذي يصنع الموضوع عند المراسلين خاصة في الحدود الجزائرية أقول في الجهة الجنوبية والوضع الأمني هناك يجعل المراسل متصل يوميا بالقناة ومولم بكل ما يحوم ويصول في جهته من خلال تغطيات أو حتى أخبار تحول إلى شريط الأخبار لكي تبث على شكل معلومة مؤكدة الولاية التي صنعت الحدث في 2015 أنا أرجح ولاية العاصمة التي عرفت أكبر عملية ترحيل منذ الاستقلال والتحدي كما قلت الذي رفعه الوزير في اجتماعه بالمنتخبين المحلي لولاية الجزائر من أجل النهوض بعاصمة البلاد وتحويلها إلى عاصمة مثل العواصم البلدان الأخرى من خلال القضاء على القصدير الذي يحيط بعاصمة البلد أو يخنقها بالإضافة إلى هذا الوزير الأول أعطى تعليمات من أجل إعادة تهيئة العاصمة من خلال مشاريع كبرى تشرف عليها الولاية مثل مشروع واد الحراش، مشروع الصابلات المحطات التي تحيط بالجزائر مثل الرغاية، تيبازا وما جاورها من هذه الولايات الأخرى نأمن أن يكون عام 2016 أكثر جدا وجهدا للمراسلين ومثابرة للقسم المحلي والله هو الموفر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر